معنا من عمان مستشار العلاج الدواء السريري للأمراض المعدية دكتور ضيرار حسن بلعاوي صبحك الله بالخير وأهله وسهله فيك معنا اليوم يعني احنا مقبلين على فصل الصيف الآن وكان يقال في السابق أنه خلال فصل الصيف تخف يعني يخف انتشار كورونا لكن احنا ملاحظين هذا الصيف انتشار كبير لكورونا بالرغم من قلة الوفيات ليش الصباح الخير يا ستي لكي وللمشاهدين الكرام لا احنا بشكل عام سنقول بأن هذا الصيف هو صيف هادئ وزي ما تفضلت ستي نعم هذا الفيروس يضعف حقيقة انتشاره وتكاثره عند ارتفاع درجات الحرارة ولهذا نحن نتوقع أن نمر في هذا الصيف بسلام ولكن يعني كما تفضلت تقريركم نحن ما فتئنا نقول وعبر قناتكم وعبر برنامجك ستي أنه الفيروس لن يتبخر هذا الفيروس وجد ليبقى وسينضم إلى أولاد عمه من الفيروسات التي تسبب لنا الزكام ولهذا الدول اللي ما زالت عندها فحوصات استقصائية مثل أمريكا ونعم وجدت هناك يعني ارتفاع في الحالات والارتفاع نعم يعني مبرر لأنه احنا في عنا مهزلنا في عنا فيروس أو ميكرون وفي عنا نسخ منه خصوصا نسخة بي فور وبي فا بي اي فور بي اي فايف اللي هي نسخ يعني شديدة الانتشار ولكن الوفيات هي عشر الوفيات إذا قررناها بنفس الفترة من السنة الماضية أو قررناها بأوجي الجائحة بيناير 2021 كل هذا ستي يعطينا دليلين الدليل الأول بأنه نعم الفيروس موجود وسيبقى معنا ولكن الفيروس ضعيف وفعلا يعني الجائحة الموجودة الآن أو الانتشار الموجود يختلف عن سابقه طيب دكتور الفيروس ضعيف لكن احنا ملاحظين خلال هذه الفترة في ناس أخذوا اللقاح ثلاث أربع إلى خمس مرات تم تلقيحهم وبالرغم من ذلك هذه المرة الثانية أو الثالثة يصابوا بكورونا يمكن صح الأعراض قد لا تكون شديدة لكن لماذا يصاب أساسا شخص ملقح وأحيانا يكون يلتقط العدوى للمرة الثانية نعم وهذه ستي برضو بدي أذكرك فيها حكينا فيها وتناقشنا احنا قلنا دائما بأنه لا وجود لمناعة الجماعة مناعة القطيع خطأ أن تقال لفيروسات تتحور احنا بالسنة ممكن نزكّن مرتين أو ثلاثة ولا لأ نفس الشيء بالنسبة لعائلة كورونا هي من الفيروسات التي تسببنا الزكام فلهذا نحن نقول للناس أنك أنت ممكن اطعمت مرة ومرتين يا دكتور أنا انصبت طب هو مين حكى لك أنه أصلا اللقاح سيمنع الإصابة وظيفة اللقاح الرئيسة هي أن تمنع الحالات أن تتدهور إلى حالات شديدة أو حرجة أو لا سمح الله إلى الوفاة هذه وظيفة اللقاح وكما قلت التفارات ليست بصالح فيروس كورونا وهذا هو مشهد أوميكرون الآن اللي احنا منشوفه في عنا نسخ كثيرة منه وآخر نسختين هي بي اي فور و بي اي فايف نعم بي اي فايف نعم هي شديدة الانتشار سريعة الانتشار ولكنها ضعيفة لا نكاد نرى وفيات كما كنا نشاهد في الأعوام السابقة والله يا دكتور أنا حسته هذا آيفون بنسخه له كل شوي بينزل جهاز جديد مش فيروس طيب دكتور يعني ملاحظين أيضا خلال هذه الفترة كثرت انتشار أمراض الزكام أمراض البرد يعني والناس ما هي قادرة تفرق أول ما يصاب الشخص بيفكروا على طول كورونا وأحيانا تكون الأعراض شبيهة كثير بأعراض كورونا لكن حين عمل فحوصات يجدون أنه في الولد نزع عادي يعني كل الناس المحيطة الآن كل الناس تقريبا مريضة وتعبانة إيش السبب له علاقة موضوع بكورونا صحيح نعم نعم يعني ست هاي نقطة نعم إحنا بدنا نشاهدها بشكل يعني واضح وهذا يعني إليه مسوغ المسوغ بأنه لا تنسي إحنا في السنتين ونص الماضيتين يعني كان فيه تباعد جسدي لبس الكمامات وهذا شيء طيب يعني لكن الحقيقة فيه إليه سلبية ألا وهي أنه أجسامنا لم تتعرض للفيروسات اللي متعرض لها كل شتاء أو كل صيف وبالتالي جسمنا بين قسين نسية بعض هاي الفيروسات وبالتالي صار في عنا إصابات ولهذا سنشوف فيه إنفلوينزا أكثر سنشوف الأدينوفايروس هاي من الفيروسات اللي ممكن تسبب عندنا زكام أو تسبب الإنفلوينزا وهكذا أنا بدي أذكر المشاهد الكريم إنه هاي الفيروسات لا تنتهي هذه موجودة معنا والفئات اللي أنا بدي أطلب من حضراتها إنها تأخذ اللقاح هي فئات اللي عندها مناعة ضعيفة ومنها اللي بأخذوا مطبطات المناعة الله يشفيهم يعني كبار السن لأنه بدنا نتذكر بأنه إحنا ما زلنا يعني نعم هي الجائحة انكسرت عالميا إحنا عمليا هي مكسورة الجائحة مكسورة لكن هناك جيوب وبائية ستبقى لأنه بدنا يعني نعترف بأنه الناس نعم يعني زهقت من كورونا صح لقدنا لقاحات كثير مننا تعرضوا هذا الفيروس بس الدول كثير يعني في دول أهلنت هذان العاملان مهمان أنه لقوم منعتنا في دول أهلنت وقالت خلاص وداعا للكمامة وداعا للإجراءات الوقائية وعيشوا حياتكم كما تشاءون يعني إحنا أمام سنتين أيضا ملينا منها يا دكتور وإمكان كما ذكرت إحنا ما ممرضنا خلال هذه السنتين كلها بالنسبة للناس اللي ما التقطت كورونا أو حتى التقطت كورونا بس كان عندنا سنتين خالية من أمراض البرد مثلا نعم صحيح صحيح يعني يعني سنتي أنا نتفهم هذا ضجر الحجر من سميه يعني هذا يعني كنا نتفهمه وفعلا هو سبب يعني مشاكل اجتماعية ونفسية وحتى صحية ولكن أنا بدي أرجع أذكر بأنه ما زل يعني في عنا فئات معرضة يعني مثلا الناس المرضى الله يشفيهم اللي بتعالجوا للسرطانات اللي باخدوا أديروا مطبطة للمناعة كبار السن اللي منعتهم ضعيفة ليس من العدل ليس من العدل الحقيقة أنه أنا كوالله شاب أو صحتي كويسة أني أنا أكون حامل الفيروس وأروح أتعرض لهذا الشخص وبالتالي أصيبه أنا إلى الآن يعني بطالب الناس أنه إذا أنت بدك تتعرض لشخص يعني مناعته ضعيفة إلبس الكمامة إذا كنت في مكان سيء التهوية إلبس الكمامة أو إفتح الشباك يعني هاي مسؤولية مجتمعية أنا برأيي من الخطأ أن أقول خلاص يعني إفتحها على الغارب والحمد لله إحنا انتصرنا على كورونا نعم انتصرنا عليه ولكن هناك فئات بدنا ندير بالنا عليها ويمكن يا دكتور هذا سبب انتشار العدوى خلال هذه الفترة فعلا صار فيه تهاون فيه ناس مخالطين وفيه ناس يعني عندهم أصلا مصابين بكورونا بس خلاص اليوم الخامس أو السادس يبدأ يطلع ويمارس حياته بشكل طبيعي ويمكن نحن نوجه له نفس الرسالة اللي ذكرتهاي دكتور شكرا جزيلا لوجودك معنا الدكتور ضرار حسن بلعاوي كان معنا اليوم من عمان مستشار العلاج الدوائي السريري لأمراض المعدية يعطيك ألف عافية دكتور شكرا جزيلا للمشاهدة